منذ الخطوات الأولى لانقلاب ميليشيا الحسي كانت تطيف الهدف الأهم في مسيرتهم لفرض ثقافة الكراهية والعنف والتعصب المذهبي في كل عطلة تفتح سلطات الانقلاب مراكز صيفية يسهل من خلالها استدراج الطلاب إلى الجبهات يتلقى فيها المستهدفون دورات تعبوية طائفية من شأنها صنع جيل مشوه ثقافيا وعقائديا تحرص الميليشيا أن تجعل من هذه المراكز الصيفية مصانع لتصدير مقاتلين مؤدلجين كوقود لمشروعها التدميري في اليمن يمكن القول أن أخطر الآثار التي يمكن أن تخلفها مسيرة الحوثي الانقلابية هي العمليات الممنهجة لتطيف التربية والتعليم عبر لجان حوثية متخصصة تدربت على ذلك في مراكز شيعية في لبنان وإيران بالمقابل يبرز التساؤل عن دور الحكومة الشرعية للتصدي لهذه الموجة الخطيرة التي تستهدف المستقبل وتهدد التعايش السلمي ووحدة النسيجي اليمني ترجمة نانسي قنقر